السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم مهمة جدا لكل من تعاني من التجاعد أو الخطوط الرقيقة سواء كنت شابة أو حتى قد تعديت سن الخمسون سنة وصفتنا لليوم فائلة جدا وتعتبر بوتوكس طبيعي تد علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعد تحت وحول العينين والخطوط على مستوى الجبهة وحول الفم وهذه الوصفة فهي وصفة بسيطة جدا وبمكون رخيص جدا وسيغنيكم عن باقي الكريمات الغالية التمن ويعتبر عدو للشيخوخة يصفي البشرة ويعطيها نظارة وإشراقة طبيعية بدون مشاكل وقبل أن أمر أحباء لمكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم دعمي باللايك إذا أجبكم الفيديو لتشجيع المزيد من الوصفات المجربة والمضمون إن شاء الله إذن حبيباتي بالنسبة لهذا المكون الذي سنستعملوك مستخلص طبيعي لهذا البوتوكس سنحتاج هنا إلى الخروب كما تلاحظون لا أعلم ماذا يسمى في بلدانكم إذا كنتم تعرفون أسماءه الأخرى في بلدانكم اكتبوها لنا في التعليقات ليستفيد أكبر عدد من الناس بالنسبة للخروب فهو من أفضل المواد الطبيعية التي تحمي البشرة من التجايد والخطوط الرقيقة بحكم أنه يحتوي على نسبة مهمة جدا من مضادات الأكسادة إضافة إلا أنه مشجع قوي جدا على إنتاج الكولاجين الطبيعي وأكيد إذا قلنا نسبة أكبر من الكولاجين نقول مقاومة أكثر للتجايد وعلامات الشيخوخة المبكرة والخطوط والآن نمر إلى طريقة تحضير هذه الوصفة وهي سهلة جدا أولا سنحتاج إلى الخروب كما تلاحظون كميات تقريبا 4 إلى 5 حبات من الخروب أول شيء سنقوم بغسلها جيدا وبعد ذلك سنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ونضعها في قدر وبعد ذلك سنضيف إليها مقدار كأس كبير من الماء وبعد ذلك سنضع الخروب على النار هذي أجدا مع تغطيته بإناء لكي لا تتبخر لنا فوائده نتركه تقريبا لمدة 5 دقائق على النار هذي أجدا حتى تلاحظون أن لون الماء تغير وأصبح لون الماء بني بعد ذلك قوموا بإطفاء النار عليها يمكنكم الحصول على الخروب عند العطارين أو بائي الأشعب فتمنه رخيص جدا مقارنة بفوائده الرائع جدا وبعد ما قمنا بغلي الخروب جيدا كما تلاحظون تقريبا لمدة 5 دقائق تغير لون الماء وأصبح لون الماء مائي إلى اللون البني بعد ذلك سنقوم بتغطيته بإناء وسنطرقه جانبا تقريبا لمدة ساعتين حتى يبرد لنا هذا الخليط تماما ويترك لنا الخروب فوائده في هذا الماء فكلما ترك فوائده في هذا الماء كلما كان أكثر فاعلية للبشرة بالنسبة للخروب فهو أيضا يفتح ويوحد وكذلك يبيد لون البشرة ويعطيها نظارة وإشراقة طبيعية وكذلك فهو يقلل من ظهور حب الشباب ويقضي على أطاره وأيضا يرطب البشرة ويزيد من نعومتها كما تلاحظون نقوم بتغطية هذا القدر ونضعه جانبا تقريبا لمدة ساعتين حتى يبرد لنا هذا الخليط تماما وبعد ذلك سنحضر مصفاج ونقوم بتصفية الخروب للحصول على خلاصته فقط وبعد ذلك سنضيف مكون آخر يبقى اختياري بالنسبة لكم يمكنكم إضافة أي نوع من الزيوت يناسب نوع بشرتكم بالنسبة لي أنا سأضيف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أنتم يبقى اختياري بالنسبة لكم يمكنكم إضافة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت جنين القمح ويمكنكم كذلك إضافة كبسولة من فيتامين ها أو فيتامين أ طبعا هذا يبقى اختياري بالنسبة لكم كل هذه الزيوت التي ذكرت لكم فهي فعالة جدا في القضاء على كل الخطوط الرقيقة والتجعيد وتشد البشرة وكذلك تحارب شيخوخة البشرة المبكرة كما تلاحظون أنا سأضيف فقط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وسأقوم بالخلط جيدا وبعد ذلك سأريكم طريقة استخدام هذه الوصفة بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة فهناك نقاط مهمة جدا فاركزوا معي جيدا وتابعوا معي الفيديو للآخر بعدما قمنا بخلط زيت جوز الهند قليلا مع خلاصة الخروب بعد ذلك سنحتاج إلى بخاخ وسنقوم بوضع هذه الوصفة في البخاخ لكي يسول عليكم تطبيقها على كامل بشرة وجهكم والله يا بنات الخروب من أحسن وأقوى المكونات في شد البشرة وإزالة التجاعد والخطوط الرقيقة فقط اجربوا وستلاحظون الفرق من أول استعمال ومع المداوم على استخدامي ستصبح بشرتكم صافية وخالية من كل المشاكل والعيوب كحب الشباب وآتاري والكلف والتجاعد بالبشرة سيعطيكم أيضا نظارة وإشراقة طبيعية خصوصا إذا كانت بشرتكم جافة سيمنحها الرطوبة وستصبح بشرتكم ناعمة كبشرة الأطفال من أول استخدام يصفي كذلك البشرة ويزيل البقع والكلف والآن سأريكم طريقة استخدام هذه الوصفة أولا بالنسبة لهذه الوصفة فهي تستعمل قبل الذهاب للنوم مباشرة يعني يجب عليكم تركها من المساء حتى الصباح على بشرتكم لكن أولا يجب عليكم تنظيف بشرتكم جيدا من أي زيوت أو كريمات أو ماكياج على البشرة لأنه كما تعرفون يسد المسام ويمنع تصرب هذه الوصفة إلى خلايا البشرة بعد ذلك قوموا بتشفيف بشرتكم جيدا وبعدها قوموا برج هذا البخاخ جيدا ليخلط الزيت قليلا مع الماء طبعا لن يخلط الزيت مع الماء لكن قوموا برجها فقط قليلا وبعد ذلك قوموا ببخيها على كامل بشرة الوجه الرقبة الجبهة حول العينين وحتى اليدين إذا كان بها تجاعيد أو بداية لظهورها وبعدها قوموا بذلك بشرتكم بأطراف أصابعكم جيدا حتى تحسون أن بشرتكم امتصت جيدا هذه الوصفة وفي الصباح يمكنكم غسل بشرتكم عادي بالماء والصابون وستلاحظون الفرق كبير جدا من أول استخدام فمباشرة بعد غسل هذه الوصفة ستحسون أن بشرتكم مشدودة استمروا على هذه الوصفة يوميا بنفس الطريقة وستلاحظون أن التجاعيد بدأت تقل أكثر فأكثر وتختفي تدريجيا إلا أن تختفي تماما خصوصا إذا كانت عندكم تجاعيد مبكرة وتجاعيد رقيقة فستلاحظون أنها ستختفي من أول أسبوع أما إذا كانت لديكم تجاعيد عميقة ورفيعة فقوموا بالاستمرار على هذه الوصفة حتى تحصلون على النتيجة النهائية والتي تريدونها وهي بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد ويمكنكم أيضا استخدام هذه الوصفة حتى إذا كنتم لا تعانون من التجاعيد وتريدون بشرة مشرقة وبيضاء بالنسبة لهذه الوصفة فهي صالحة لجميع أنواع البشرة سواء كانت بشرتكم دهنية أو جافة أو حساسة لمن لديهم بشرة جافة فيمكنكم كما قلت لكم إضافة أي زيت يناسب نوع بشرتكم وإذا كانت بشرتكم دهنية فيمكنكم الاستغناء عن إضافة الزيت يمكنكم الاحتفاظ بهذه الوصفة في التلاجة وكلما أردتم استخدام هذه الوصفة قوموا باستخدامها والباقي احتفظوا به في التلاجة بالنسبة لهذه الكمية التي حطرت معكم فهي كمية تقريبا لثلاث استعمالات أو أربع استعمالات أنتم يبقى اختياري بالنسبة لكم يمكنكم تحضير كمية أكبر من هذه الكمية مثلا كمية لمدة أسبوع والاحتفاظ بها في التلاجة فبالنسبة لهذه الوصفة فهي تبقى صالحة حتى لأكثر من أسبوع في التلاجة وطبعا إذا كان الجو بارد فيمكنكم احتفاظ بها خارج التلاجة وهذه الوصفة أيضا سحرية إذا كانت لديكم بقع في البشرات تصبغات أو كلف سواء كلف قديم أو جديد أو لون بشرتكم غير موحد أو إذا كانت بشرتكم باهتة ومصمرة وتريدون تفتيحها وإعطائها نظارة رائعة جدا فهذه الوصفة ستعجبكم كثيرا لأن لها مفعول قوي جدا ستلاحظونه من أول استخدام فقط استمروا عليها بنفس الطريقة يوميا ومع المدوم على استخدامها ستصبح بشرتكم صافية وخالية من كل المشاكل والعيوب هذا دورها الأساسي وهو القضاء على التجاعد والخطوط الرفيعة وأيضا تعمل في نفس الوقت تغطية الندبات القديمة على البشرة وكذلك العيوب التي تظهر على الوجه كآثار حب الشباب والحفر والمسامات الواسعة إذن هذه وصفتنا لليوم إذا كانت عندكم أي استفسارات أو تساؤلات لا تترددوا في كتابتها في التعليقات ولا تنسوني باللايك إذا أجبكم الفيديو وألقاكم في وصفة قادمة إن شاء الله وشكرا لكم على المتابعة